شدد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن الدولة المصرية تخوض حربا شرسة في مواجهة الإرهاب والأفكار المتطرفة والتي تمكنت من إسقاط دول حولنا بالمنطقة كما أن مصر تخوض معركة للتنمية والبناء وإقامة مشروعات قومية عملاقة تعود بالنفع على المواطنين وخلال لقائه بعدد من الأئمة بمحافظة الشرقية قال جمعة أن البلاد تشهد ملحمة وطنية في أعمال البناء والتنمية لافتا إلى أن الأنفاق الجديدة والتي تم افتتاحها مؤخرا تمثل عبورا جديدا لتنمية سيناء وتهدف لمواجهة الأفكار المتطرفة واستئصال البؤر الإرهابية مضيفا أن مصر هي الحصن الحصين للدين الوسطي الصحيح مما يتطلب دعم صمود الدولة المصرية